هننفذ في فيديو نهاردة الغرزة دي انا معتبراها غرزة حشو هي كلها بتعتبر على غرزة الحشو لكن معمولة بطريقة جديدة ممكن تنفيذيها بلون واحد ممكن تنفيذيها بلونين هنا انا منفذها بلونين ده بخيط قطن رفيع غرزة شكلها شيكو لو استخدمناها على النحية التانية بتبقى غرزة برزة ولو استخدمناها على ناحية دي بتبقى غرزة فلات ومجرباها برضو في خيط الستان بتبقى حلوة جدا وممكن تبقى حلوة اكتر لو اتعملت في الشوط لان هي مش محتاجة تحط لها دعامة او حاجة ونشفة وهنا جربتها برضو في الخيط المكرمية بلون واحد شكلها برضو راطيف خالص وهي كلها بتتكون من اربع سطور وتكرار لسطر واحد هنبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا اول حاجة هنعملها هنجيب نوع الخيط اللي احنا هنستخدمه هنجيب الخيط الإبرة المناسبة دي وهنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل مش شرط هنا هو في الغرزة دية عدد معين للا ده بيتوقف على المشروع اللي انتي هتنفزي يعني لو هتعملي قطعة كبيرة هتعملي قطعة صغيرة بتهدي مقاسها وبناء عليه بتكملي تفادلي تعملي مجموعة السلاسل اللي انتي عايزة تعمليها تغنى المقاس اللي انتي استي نبتدي نعمل مجموعة من السلاسل مثلا بالشكل ده بالمقاس اللي احنا خدناه وبعد كده بنرتفع سنسلة واحدة وبنبتدي نعمل فكل نرجع فكل الغرز السلاسل اللي احنا عملناها نبتدي نعمل فيها غرزة حشو بنخش تحت الحلقة وبنسحب الخيط وبنطلع من الحلقة اللي على الابرة بنخش تحت الحلقة وبنسحب الخيط وبنطلع من الحلقة اللي على الابرة وبنفضل شغالين كده لحد ما نكمل السطر كله بغرزة الحشو عادي جدا. هكمل السطر كله وارجع له. كملت السطر بتاعي للاخر غرز حشو وهاجي عند اخر السطر بعد ما خلصته. هرتفع سنسلة واحدة بس. وهليف الشغل الناحية التانية. وهرجع تانية اكمل غرز حشو. هخش تحت الحلقتين. وهسحب الخيط. وهطلع من الحلقة اللي على الابرة. هخش تحت الحلقتين حرف الفي. وهسحب الخيط. وهطلع من الحلقة اللي على الابرة. وهفضل شغالة برضو السطر ده كله غرز حشو. لحد ما هوصل للناحية التانية. احنا المفروض هنشتغل تلات سطور غرزة حشو. هنبتدي نخش تحت الحلقة ونسحب الخيط ونطلع من الناحية التانية لحد ما نكمل لحد الاخر برضو بغرزة الحشو. كملت السطر التاني برضو كله بغرز الحشو وهرتفع سنسلة وهلف الشغل وبنفس الطريقة هكمل السطر التالت بغرز الحشو. هخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهرجع اكمل بقية السطر للاخر غرز حشو. يبقى انا اشتغلت كده تلات سطور غرزة حشو تحت الحلقتين عادية جدا بخش تحت الحلقتين وبسحب الخيط واكمل السطر كله لحد الاخر بغرزة الحشو. كملت السطر كله ووصلت لحد اخر غرزة حشو موجودة معي. هخش فيها تحت الحلقتين وهسحب الخيط لكن مش هكملها. في حال ان انت هتكملي الشغل بنفس اللون هتكملي بنفس الطريقة اللي انا هعملها بس بنفس اللون عادي خالص هتلي في الناحية تانية وتكملي الغرزة. في حال ما انت هتشتغلي بلون تاني مختلف هنجيب اللون التاني اللي احنا هنشتغل به بعمل لعقدة بداية كده وباخده من هنا هون. بدخله في الابرة بعد ما عملت عقدة البداية ودخلتها في الابرة كده هون. هسحبها من تحت الحلقتين بدوع اخر غرزة حشو موجودة عندي بالشكل ده. وبسيب الخيط الاخضر ده خلاص انا مش هشتغل بيه السطر ده بس ما بقطعهوش عشان انا هكمل بتاني. وباخد اعمل غرزة سنسلة ارتفاع. بالشكل ده. وبالف الشغل. هنبتدي نكون الغرزة بتاعتنا. احنا اشتغلنا تلات سطور غرزة حشو. السطر الاولاني اللي احنا اشتغلنا في غرزة الحشو. مش هشتغل فيها. تاني سطر عملت في غرزة حشو. مش هشتغل فيها. انا هشتغل فين غرزة الحشو بتاعتي. هشتغل في السطر التالت. ولا بارتفع ولا بالف الخيط ولا اي حاجة. انا بخشي في الغرزة. اول غرزة في السطر التالت الاولاني خالص اهم هتبقا هي دي الغرز اللي احنا هنشتغل فيها. هخش في اول غرزة كده. و expectation بالخيط عادي وكأني بعمل غرزة حشو عادية جدا لكن الفكرة ما تخديش الخيط من قدام الابرة يعني ما تخليش الابرة قدام الخيط لا خلي الابرة ورا الخيط عشان تدينا حرفة دي وهسحب الخيط كده وهريح ايدي الحد فوق وهعمل غرزة حشو عادية اهو اللي بعدي هدخل فين بدخل في دي في الفراغات بتاعة السطر الاولاني احنا عملنا تلات سطور غرزة حشو الاولانية دي لأ ما ليش دعوة بيه التانية دي ما ليش دعوة بيه انا بشتغل فاول غرزة حشو تحت في السطر الرقم وايه هنزل فيها اهو كده ولا لفة الخيط ولا اي حاج بنزل فيها تحت كده وبسحب الخيط من ورا وبخلي الابرة بتاعتي الخيط يبقى قدامها وبسحب الخيط وبارتفع بيه كاني هعمل غرزة حشو عادية جدا بالشكل ده بدخل تاني في الفراغ اللي تحت كده وبسحب الخيط وبطلع وبقفل غرزة حشو عادية هخش تاني في الفراغ اهو اللي تحت خالص في ساعة اول صد وبسحب الخيط وبخلي الخيط قدامج بخلي يعني الخيط يبقى قدام الابرة وبسحب كده وبعمل غرزة حشو عادية بدخل تاني في نفس الفراغ عادي خالص وبسحب الخيط وكاني هعمل غرزة حشو عادية بتبقى شكلها كده تمام هدخل تاني في السطر الاولاني اهو وهسحب الخيط وهطلع من نفس المكان وكاني بعمل غرزة حشو عادية هدخل تاني برضو هو في الغرزة اللي تحت اهو بتبقى باينة واضحة خالص في سطر الاولاني وبسحب الخيط وبطلع وبعمل كاني بعمل غرزة حشو عادية هدخل تاني في نفس المكان الغرزة اهيه المكان بتاعها تحت اهو بسو بيبقى باينة الفتحة بتاعتها بتبقى باينة هدخل كده وهسحب الخيط من الاول وهطلع من الحلقتين اللي على الابر وببدل شغالة بالشكل ده طول السطر طول ما انا ماشي كانك بتعملي غرزة حشو برضو هو كل النموذج ده الغرزة دي عبارة عن غرزة حشو بتخشي في السطر الاولاني تحت وبتسحب الخيط وبتطلعي بالشكل ده بتخشي في السطر الاولاني تحت وبتسحب الخيط كانك بتعملي غرزة حشو وبتطلعي منها عادي تخشي برضو في الغرزة الاولانية ايه في السطر اللي تحت وبتسحب الخيط وبتطلعي كانك هتعملي غرزة حشو عادية جدا تخشي برضو من تحت وبتسحب الخيط وكانك هتعملي غرزة حشو عادية جدا اه نسحبه في السطر الاولاني وبنسحب الخيط من واره ونطلع ونقف اخر غرزة موجودة ما تنسوهاش تبتبقى مهمة جدا عشان نزبط الشغل اهو اخش برضو في اخر غرزة اهو وهسحب الخيط من وره بالشكل ده وهطلع من نفس المكان وهعمل كاني بعمل غرزة حشوعة دي بيبقى السطر بتاعي اه بقى بشكله ده كل الغرز بقت عاملة زي شكل حرف الفي ومن وره اهو عاملة زي شكل حرف الفي كلها اهو ولو غرزة جت على غرزة بس منجرد ما بتعملي كده بيديكي حرف الفي بي بي طب السطر اللي بعد كده هعمل ايه هرتفع وهلف الشغل وفي كل غرزة موجودة في الغرز فوق هشتغل غرزة حشو في حال ما انا مش انا شغالة بنفس اللون بفضل مستمرة على طول مش بغير اللون لكن في حالة ان انا هغير اللون بشتغل غرزة حشو عميقة اللي احنا اشتغلناها دي والسطر اللي بعديه بنفس اللون هنشتغل نرجع عليه غرزة حشو كل الغرزة اهو بارجع عليها بغرزة حشو من نفس اللون اللي احنا اخترناه عشان نعمل بيه غرزة الحشو العميقة بالشكل ده وبرجع على كل الغرز غرزة سهلة وسريعة وبتبقى نمزجها حلوة جداً لو اتعملت في البطاطين بتبقى حلوة الشنط جميلة جداً برضو ممكن لو اتعمل بيها برضو سجات بتبقى حلوة وبتبقى بارزة والمشيات يعني غرزة اللي هستخدمات كتير وبنيجي اخر غرزة برضو ما ننسهاش اهي هدخل فيها وهعمل غرزة حشو عادي مش هقفلها بقى اخر غرزة دي تمام؟ هسيب اللون البينك وهاخد اللون الاخدر وهدخل وهطلع بسنسلة وهلف الشغل الناحية التانية اهو هبتدي ارجع بقى باللون الاخدر عشان احنا اساس شغلنا انه بيبقى فيه تلات سطور حشو وسطر واحد غرزة حشو عميقة تلات سطور حشو وسطر واحد غرزة حشو عميقة فالسطر الحشو العميقة بيبقى فوقيه سطر غرزة حشو من نفس اللون بتاع غرز العميقة لكن السطرين التانين اللي بعد كده بنغير اللون ونشتغل غرز حشو رايح جاي سطرين باللون التاني في حال ما انت شغالة بنفس اللون هتستمري على طول من غير ما تغيري اي حد بتبقى الشكل كده هفضل شغالة عليها بغرز حشو هرتفع سنسلة وهارجع تاني بغرز حشو خلصت السطرين عملت سطرين بغرزة الحشو عادي خالص باللون التاني لما غيرته وهاجي عند اخر غرزة عندي من غرز الحشو مش هكملها عشان هغيري اللون وهنزل للون الاخدر كده وهاخد اللون البينك وهطلع من الحلقتين وهقفل عليه بسنسلة وهلف الشغل وهبتدي اعمل تاني غرزة الحشو العميقة هنا بتبقى ظهرت بقى جدا يعني هنا بصوا هنشتغل فين هنشتغل فوق هنا هون في الغرزة هنا هون في الراس بتاعت الغرزة فوق بتبقى بين اول سطر في اللون البينك ما بنيدفش الخيط ولا حاجة اهو ببتدي بقى اخش في الغرزة اهي بتبقى واضحة وباسحب الخيط وبطلع مين بخش في الغرزة التانية اهي جنديها بصوا بتبقى واضحة ازاي اهي هدخل فيها وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الابر بتبقى بقت واضحة السطر اللي بعد كده بتبقى سهلة جدا وابتدي اخش في كل الفراغات واسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي على الابر بالشكل ده ادي شكل الغرزة بتاعتنا زهر بتدي ندخل تاني في الغرزة اللي بعدها نسحب الخيط ونطلع من الحلقتين اللي على الابر نبدل شغالين بنفس الطريقة بنخش في الفراغ اهو باين الحلقات بتبقى الخرم بتاعتها بتبقى باينة بتاعت الغرزة بدخل وباسحب الخيط وباطلع تاني من الحلقتين اللي على الابر بدخل وباسحب الخيط وباطلع تاني من الحلقتين اللي على الابر جرزة حشوة عميقة لكن سهلة خالص وبتدي شكل جميل للشغل لما بتغيري الالوان وممكن تغيري الالوان بقى في كزا سطر دي يعني بتبقى ايه بترجع لك انتي وبتبقى حاجة بتاعتك يعني ممكن تبقي شغالة بكذا لون برضو هيبقى كل سطر فيه حرف V باللون مختلف عن اللون اللي قبله هتبقى شكلها برضو حلوه هو الكرشي اصلا بيحب الالوان كل ما بتغيري في الالوان وتقطري الالوان في القطعة تبقى متنسقة مع بعضها سواء الوان فتحة الوان غامقة على حسب البلت اللي تستخدميها للالوان هتا تديكي نتيجة حلوة خلص سواء دي اخر غرزة برضو حشو عميقة عملنا غرزة الاخرانية دي على فاكرة بتبقى مهمة جد ايه شد بس دك كده شوية عشان اعرف اخلي الغرزة فقية بسحب الخيط وبطلع وبيخد اخر غرزة وبرتفع بسنسلة بسو شكلها وبكرر نفس الحكاية هرتفع سنسلة وهرجع باللون دوت بورس حشو عادية على نفس السطح وبعدين هغير اللون وابتدي ارجع باللون الاختر وبفتد شغالها بنفس الشكل ده بتبقى النتيجة بتاعتنا كده غرزة شكلها شيك وحلوة وتطبيقها آآ ساح وسريعة جدا في تنفيزه بتاعها بسرعة من وراء بقى لو نستخدم اللي وراء بتبقى الغرزة آآ مجسمة كده ولو استخدمناها على الوش ده بتبقى آآ فلات وهنا لما استخدمتها في الخيط السلسلة آآ حلوة خالص الفيهات دي بتبقى شكلها حلوة لما بتبقى مع بعض بتبقى شكلها لطيفة وده شكل الظهر بتاعها ولو اشتغلناها في في الخيطة المكرمية بصو الكتع بتبقى ناشفة ازاي مش محتاجة اي اي حشوة او اي تخناتة او اي حاجة ودي شكل الغرزة من قدام بيبقى شكلها كده بتبقى غرزة مجسمة بتبقى غرزة برزة وده كانت تطبيق بتاع غرزة الحشو والحشو العميق غرزة سهلة جربوا ونفزوا لو في اي تعليقات سبوهايلي في الكومنتات وانا هروض عليكم شكرا